اكثر المبلبلين اليوم من المتصدرين باسم العلم او الدين واكثرهم ليسوا بعلماء قليل منهم علماء اكثرهم والله لك سنوات معي كم مرة تسمعني اقسم نادرا اقسم بالله العظيم قسمان يسألوني الله تعالى عليه حضر مجالس مع حكام من مختلف الدول هناك اشخاص لو لا ان المجالس بالامانة لانها كانت مغلقة لسردت لكم اسماءهم من الذين يبعبعون اليوم باصوات عالية ويعدونهم رموز دينية للثورات وشجعان وضحوا وفعلوا وتركوا بعيني رأيته باذني سمعت منهم تملقا تشمئز له النفوس للحكام في صلاة المغلقة ورأيت علماء ممن يتهمون بانهم علماء السلطان كشيخنا الشهيد السعيد البوطي رحمة الله عليه يسمع الحكام في هذه الجلسات اكثر من حاكم حضرت بنفسه كلاما مؤدبا نعم لكنه قويا صميم مؤلم بمحبة يوقف على اخطاء لا يجرى احد يتكلم عنها وبلغة لم يتجرى الاخرون عليها امامي ثم خرج هذا الذي كان يتملق ويداهن وكل ما شيء تقول ويحاول يتودد ويحاول يتقرب خرج بمجرد ما بدأت الثورات وتحول الى بطل يعني مصر يسامحوني العبارة بارم ديله يقولون تحول الى عظيم بالنسبة للفقير الى الله كشخص حضر لحالتين رأيت امامي هذا هو يمارس ما يمارسه الذي يسمى بعالم السلطة لا اقول مثلا يتألف الحاكم هذا مطلوب لترغيبه في الخير لا يقول اشياء كذب نحن نعلم انها كذب يقول اشياء تملق ظاهر يحاول يستميله رأيت بعيني من يغير رأيه معنى بالامس صعد في التلفاز او في صفحته في فيسبوك ولا تويتر او اي ان كان وهاجم موقف لحاكم وقرر ان هذا خطأ ثم نكون في مؤتمر في بلد هذا الحاكم فندعى للقاء هذا الحاكم فينفرد بفلان او يتكلم معه بلطف يفتي بعكس الذي اظهره امام الناس انا بنفسي رأيت هؤلاء هم بانفسهم باشخاصا الذين يقولوا العلماء السلطان علماء السلطان علماء السلطان طبعا اردتهم بطحب يلقوا يعني يعني ما والله لو لا لو لا امانة المجالس كنها خاصة لسرت لكم اثماء صادمة يا شباب هذه واحدة الثانية هل بلا علاقة فعلا بامانة المجالس اذا كان معلنا وكان يشكك في العقيدة ولو ولو لان المجالس كان خاصا لم يؤذن اني لم يكن امان هذه امانة يعني حتى يغلب على الظن ان التصريح من الاهمية بمكان الى درجة ان يكسر هذا يعني يكون استثناء المسألة الثانية الذين تشدقون بالكلام عن علماء السلطان اخوتنا الذين بغوا علينا هدانا الله وإياهم نسأل من هو عالم السلطان الذي يحاول يتودد وينصح او فلان ضعف واخذ مبلغ من المال مقابل خطأ جزئي او الذي كان حياته كلها يسعى الى السلطان فلما وصل الى السلطان لم يتحمل ان يزاح من السلطان فقرر بسبب ازاحته من السلطان ان يحرق البلاد والعباد في سبيل وصوله الى السلطان من عالم السلطان هنا انتبهت اليه حتى مهمة جدا من هو عالم السلطان الذي يجالس السلطان وينصحه بصدق او حتى ضعف نحن لا نقول لنا مثاليون يعني هناك بشر بشر وهذا امتحان كبير واخطأ في فتوى او ايش يفعله هذا اشد يعني اصدق والصق بكلمة عالم السلطان او الذي سعى سنوات طويلة للوصول الى السلطان نعم فلما وصل اليه ولم يقبله الناس وازاحوا قرر في سبيل رجوعه هو الى السلطان ان يحرق البلاد والعباد مين اللي يسمى فيه من هنا عالم السلطان ام اقولها تاني تاني من عالم السلطان الذي اقترب من السلطان لينصحه صادقا او حتى اخطأ في نصيحته ام اهي حالة اهي حالة واللي بتسمى دلوقتي على طول عالم السلطان عالم السلطان شوف الحالة المقبلة او عالم يعني من عالم السلطان الشيخ خسامة اللي في لجنة الاستشارة ام عالم السلطان الذي سعى هو بجماعته وجماعته للوصول إلى الحكم بذريعة خدمة الدين واسترخصوا كل شيء نعم وأباحوا الكذب تحت ذريعة الضرورات تبيح المحظورات والجهاد والحرب خدعها أباحوا خيانة العهود بل نسبوا إلى الله ما هو منزه عنه من السب والشتم والقباح فلما زعزعوا عن السلطان وانقلب عليهم وأخرجوا من السلطان العلماء الذين أخرجوا من السلطان إن صح أنهم علماء لمجرد إخراجهم من السلطان قرروا أن يستميتوا للرجوع إلى السلطان من أولى أن يسمى؟ من الأقوى؟ ولو بذبح أبنائهم وشبابهم والزجبهم في محرقة والمتاجرة بدماء لو بإحراق البلاد والعباد لو بإجازة التفجير والقتل حتى في الأماكن العامة مستعدة ولو بالتعاون مع الخارج والاستنصار بالدول الكبرى ضد بلده ضد جيش بلده المهم أوصلني للحكم من هنا عالم السلطان الذي يضحي بكل شيء للوصول للسلطان أما الأول من أولى بكلمة عالم السلطان؟ ترجمة نانسي قنقر